مبارح لما جينا نتكلم عن الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة كلمنا عملي النهاردة لما جينا نتكلم عن الوضع اللي بيحصل احنا دايما بنتكلم عملي شفتوا اللي بيحصل في الكويت مع النادي الأهلي اديكم بتشوفوا اي حد عايز يلعب على وطر الجماهير مش هيكسب مش هارف يكسب لانه وطر الجماهير معروف ان الجماهير الاكثر شعبية هي جماهير النادي الأهلي لانه الاكثر بطولات في افريقيا والاكثر بطولات يعني لما تروح اي حتة في افريقيا هيقولك النادي الأهلي لما تروح اي حتة في الخليج يقولك النادي الأهلي وبعدين ما تخلي كل واحد يتكلم عن النادي بتاعه يعني انا نفسي افضل نفسي اطلع حلقة يقعد اتكلم عن النادي الأهلي فقط زي ما انا بعمل كده انا دايما بعمل هذا الكلام اطلع اتكلم عن النادي الأهلي استعدادات النادي الأهلي النادي الأهلي هيعمل إيه خلال الفترة اللي جاية مش عايزين نقعد نجيب كل شوية برامج الأخرى سيرة النادي الأهلي وأبنائه لأن النادي الأهلي وأبنائه عندهم ثقة كبيرة جداً في نفسهم وفي شعبيتهم الكبيرة جداً مش محتاجين أن احنا نثبت هذا الكلام أو نتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى فأتمنى إن شاء الله أن الأمور دي تنتهي لأنه في النهاية معروف من هو النادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي في أي مكان مش في مصر بس ولكن على مدار التاريخ من 1907 وحتى الآن معروف أن النادي الأهلي هو النادي الأكثر جماهرية في أي وضع وفي أي شيء